اشتركوا في القناة ما هي الحاجات التي تحصل في وقت الخطوبة ما بين الاثنين عندها ينفع نقول مش ينفع نتكامل ايه ممكن ايه ممكن يزهر ايه ممكن تساعدوا بيه الناس دلوقتي المخطوبة انه تساعدوهم انه لقا دي علامات انه خطوط حمرة بينت انه لقا فكروا تاني في علاقتهم ايه الحاجات اللي ممكن تحصل فيه حاجات كتير هو فيه يعني الاختلافات اصلا ممكن نقسم الاختلافات الاختلافات لها قيمة كبيرة واختلافات لها قيمة اقل فانا لو احنا مثلا بنتكلم على اختلاف انه مثلا حد اجتماعي قوي او بيحب دايما يبقى موجود وسط الناس وحد بيحب اكتر يبقى قاعد مع واحد او اتنين او الواحده ده اختلاف نقدر نعديه نقدر نوازن بين الحاجتين بس لما يبقى الاختلاف ما بين انه انا اهم حاجة عندي ان انا اكون نفسي وابني مستقبلي والفلوس والبيت والشغل وحد تاني اهم حاجة بالنسبة له انه يبقى في بيت حلو وعيلة وقريبين من بعض وطول الوقت مع بعض ده حاجة محورية في تقضية الوقت مش هيتقابله مش هيتقابله في حتة بالزبط يعني هو هيبقى على طول برا في الشغل مثلا وهي على طول مهتمة بالبيت وحساها بعيد هيتقابله الاختلافات اللي في الشخصية هي اهم اختلافات يعني لانه الشخصتين دول مقدروش يركبوا على بعض وده حصل كثير في كذا خطوبة في كذا علاقة وبتبان ان الفروق كبير او ما بعرفوش ينساجم ما بعرفوش يحلو المشاكل بيقابلوها في شخصيات بعض ما بيعرفوش يوصلوا لمنظومة كده وطريقة فيها لما نقابل الحاجات دي نعمل ايه فالاختلافات اللي في الشخصية لو بقت طبعا بيعني لازم القلوم عيدوا تفكير في العلاقة دي